اشتركوا في القناة اصدقائي دعمونا بلايك للفيديو دعم وتشجيع لينا وتسلم اديكم اصدقائي على الدعم اللي انتو بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني ولو نسى اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة او اول مرة تشاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدة النهاردة اصدقائي اللي تكلم عن ازمة نقص وارتفاع اسعار كروت الشاشة بسبب تعدين العملات الرقمية وهل فعلا ممكن الازمة دي تنتهي وهنتكلم عن اضرار تعدين العملات الرقمية وهي العملات الرقمية اللي بيتم تعدينها واللي هي ساحب كل كروت الشاشة من السوق اول حاجة اصدقائي تعرف عليها ايه هي العملات الرقمية العملات الرقمية بكل اختصار هي عملة الكترونية من خلال الانترنت تم تصميمها وتبادلها بين الأشخاص في معاملات افتراضية على شكل بياناتك وليست أشياء مادية يعني الأشياء دي مش مادية ممكن تمسكها في إيدك أو تحتفظ بيها على أرض الواقع وأشهر العملات الرقمية في الوقت الحالي هي البيتكوين وطبعا في منها البيتكوين كاش والبيتكوين جولد أما العملات الرقمية البديلة زي الاثريم واللايت كوين والريبل وطبعا في عملات تانية كتير ولكن أقل أهمية من العملات اللي أنا ذكرتها نيجي بعد كده الأضرار تعدين العملات الرقمية طبعا أضرارها كتير جدا والأضرار بتاعدها بتصل للمستهلك اللي هو إحنا أكتر ناس بيكونوا مضرورين من التعدين أو العملات الرقمية هو دايما المواطن البسيط اللي هو محتاج يشتري كارت شاشة أو يجمع بي سي علشان يلعب أول حاجة في نقص رهيب جدا في كروت الشاشة تاني حاجة حدوث ارتفاع كبير جدا في أسعار كروت الشاشة اللي هي كمان مش موجودة في الوقت الحالي أغلبية الجيمرز أصدقائي هيشتروا أجهزة كونسول زي البلايستيشن ولا الأكس بوكس وغيره من أجهزة الكونسول أكتر من البي سي لأن عشان تجمع بي سي على زوءك بميزانية مناسبة صعب جدا في الوقت الحالي بسبب قطة رئيسية مفقودة زي كارت الشاشة واللي الكل بيدور عليها ولكن مش بيلاقيها ولو لقيها هيلقيها بسعر الدبل أو التلات أضعاف كمان خامس حاجة هتحصل عملية احتكار كبيرة جدا لكروت الشاشة زي اللي حصل في وقتنا الحالي إن المحلات أو بعض الأشخاص بتشتري كمية كبيرة جدا من كروت الشاشة وطبعا بيتم تخزينها لحد ما يحصل نقص في كروت الشاشة في الأسواق بعدين هم يطلعوا المستخبي ويبقوها على كيفهم وبالسعر اللي بيطلبوه هو ده الاحتكار اللي حصل برضو في الوقت الحالي بتلاقي طبعا مجموعة من المحلات تقولك أنا عندي كروت شاشة بس مش هطلحها غير في تجميعة أما لو هطلحها لك من غير تجميعة فهي هيكون سعرها الدبل واللي ما معهوش مايلزموش السؤال المهم جدا مشاكل نقص كروت الشاشة بسبب التعدين ممكن تنتهي إمتى وهل ممكن تنتهي فعلا بصراحة أصدقائي جابت السؤال ده صعب جدا لأن في الوقت الحالي الطريقة واحدة والكل ماشي عليها بمعنى أن المعدنين كلهم ماشيين على طريقة وبتنتقل من شخص للتاني عشان يعرف يعدن إزاي يعني لو المعدن لازم يشتري كارت شاشة قوي عشان تتم عملية التعدين فلازم هو كمان إنه هيتبع نفس الطريقة ويشتري طبعا كارت شاشة قوي عشان يبدأ بمشروعه في التعدين وللأسف بسبب اللي بيحصل ده مفيش حد بيفكر إنه يشوف أو يستخدم الطرق البديلة للتعدين زي التعدين السحابي مثلا بدل ما تعدن عن طريق الأجهزة وأكيد برضو هتلاقي ناس كتيرة جدا تقولك إن مواقع التعدين السحابية مش مضمونة وممكن تتقفل أو تحصل فيها مشاكل بعد فترة وكل اللي احنا عملناه هيضيع في ثانية باختصار يا أصدقائي مش أي موقع كده تدخل تشتغل عليه وخلاص إنت طبعا لو إنت حابب إنك إنت تدخل في الموضوع ده أو في المشروع ده لازم طبعا تعمل دراسة كاملة وتجمع معلومات كافية تفيدك في الشغل اللي إنت هتبدأ فيه وزي ما قلت لك فيه طرق بديلة ومواقع كتير جدا للتعدين مش محتاجة لكروت الشاشة عشان تبدأ تعدن بس كل اللي عليك إنت تدور على اللي إنت محتاجه أزمة نقص وارتفاع أسعار كروت الشاشة هتتحلق إمتى طبعا يا أصدقائي هتتحلق في حالة إن الشركات زي نيفيديا وإي أم دي تعمل أو تنتج كروت خاصة للتعدين وبس وما يكونش لقى علاقة بالجيمينج نهاي وده طبعا مش صعب أبدا على الشركات وفعلا الشركات في الوقت الحالي شغالة على الموضوع ده ولكن يا أصدقائي الموضوع ده هياخد فترة لحد ما يتم طرح كروت التعدين في الأسواق أو حتى المعدنين يقتنعوا بيها ويغيروا طريقتهم اللي شغالين بيها من بداية التعدين ويستغنوا عن كروت الشاشة الخاصة بالألعاب وده طبعا بصراحة صعب جدا إنه يتحقق في وقت قليل وعايز وقت كبير جدا لحد ما المعدنين يثقوا إن الكارت ده هافق بالغرض بدل ما هم يشتروا كروت خاصة بالألعاب وطبعا دي الأزمة الحقيقية اللي بتسببها العملات الرقمية واللي بيسببوها المعدنين وبس كده وده يا أصدقائي الفيديو بتاعي النهاردة أتمنى يا أصدقائي إنكم استفدتم من الفيديو فلو استفدتم اكتبولي من خلال التعليقات وفي النهاية يا أصدقائي ما تبخلوش علينا بدعم الفيديو بلايك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وانتظرونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة